السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم اتعلم سات النهاردة هنتكلم عن سؤال ناس كتير بتسأله ايه هو أقوى تردد على النيل سات و ايه هو أضعف تردد وازاي تقدر تستفيد من الترددين في ظبط طبق الدش بسهولة تابعني للآخر علشان تعرف كل حاجة أول حاجة نصلي على سيدنا رسول الله عليها أفضل الصلاة والسلام تاني حاجة خلينا نبدأ بأقوى تردد موجود حاليا على الأمر الصناعي النيل سات وده التردد اللي احنا بنستخدمه دايما في ضبط إشارة طبق الدش لإنه بيكون أقوى إشارة والتردد زي مواضح قدام حضراتكم في الصورة 11-7-4-7 ومعدل الترميز 27-500 واللي استكتاب هيكون رأسي أو حرفي الـ والتردد ده بيتميز إن الإشارة بتاعته قوية جدا حتى لو الطبق مش مزبوط بنسبة 100% ممكن تلاقيه بيشتغل أما بالنسبة الأضعف تردد فده اللي انت تكون متأكد لو شغال معاك بأنت زابط الطبق بنسبة 100% وعلشان أكون صريح معاك وديك المعلومة كاملة انت عندك ترددين أضعف من بعض على النيل سات أول تردد هو 10-758 ومعدل الترميز 27-500 واللي استكتاب هيكون حرفي الـ أو كلمة رأسي ومن ضمن الترددات الضعيفة على النيل سات تردد 11-37-3 ومعدل الترميز 27-500 واللي استكتاب حرفي الـ أو كلمة أفكي طيب في سؤال ممكن يتسئل في التعليقات ليه الترددين دول مهمين ببساطة التردد القوي تستخدمه علشان تمسك الأمر وتبدأ تثبت الطبق والتردد الضعيف تستخدمه علشان تتأكد ان الطبق مظبوط على أعلى جودة إشارة يعني لما تثبت الطبق على أقوى تردد وتلاقي كمان التردد الضعيف شغال بكفاءة يبقى كده انت ركبت الطبق صح بنسبة 100% نصيحة لك انت بقى يا صديقي لو بتثبت الطبق بنفسك استخدم جهاز هات جهاز زبط الإشارة أو هات ريسيفر ووصل واشتغل على الريسيفر وخلي الشاشة قدامك وابدأ بالتردد القوي ولما توصله جرب التردد الضعيف وتأكد انه شغال كويس خلصت حلقتنا ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول وكتب لي في الكومنتات ايه أكتر تردد عندك بيعمل مشاكل في الاستقبال وهل عندك قنوات مش بتشتغل أشوفكم في فيديو جديد قريب إن شاء الله سلام اشتركوا في القناة